اعزائي المشاهدين اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور حديثة في هذه الحلقة في غاية الاهمية عن قيمة نفس البشرية نفسك في الميزان فانا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقة لان هذه الحلقة مصرية وابدية ايضا بتهم كل واحد منها بتهم كل مشاهد خليني في البداية اقرأ بعض الايات من كلمة الله في الانجيل المقدس بحسب بشارة مرقص الاصحاح الثامن ورح ابتدي من اية 34 ودع الجمع مع تلاميذه وقال لهم من اراد ان يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني فان من اراد ان يخلص نفسه يهلكها ومن يهلك نفسه من اجل ومن اجل الانجيل فهو يخلصها لانه ماذا ينتفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه او ماذا يعطي الانسان فداء عن نفسه لان من استحى به وبكلامي في هذا الجيل الفاصق الخاطئ فان ابن الانسان يستحى به متجاء بمجد ابيه مع الملائكة القديسين وايضا اقرأ بعض الايات من بشارة متة في اية 28 من الاصحاح العاشر مكتوب ولا تخافوا من الذين يقتلون الجسد ولكن النفس لا يقدرون ان يقتلوها بل خافوا بالحري من الذي يقدر ان يهلك النفس والجسد كليهما في جهنم انا بدعوك انك تشاهد هذه الحلقة مكتوب ماذا ينتفع الانسان لو ربح الانسان العالم كله وخسر نفسه